تمثل العلاقات المصرية العراقية نموذجاً متميزاً في العلاقات بين الدول العربية في ظل المواقف الإيجابية من كلا طرفين تجه الطرف الآخر وعلى صعيد السياسي تتسم العلاقات بين القاهرة وبغداد بالتنسيق والتشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية فضلاً عن العمل المشترك على مجابهة التحديات تاريخ ممتد للعلاقات المصرية العراقية وتفاهم وتنسيق مشترك بين القاهرة وبغداد علاقات لا ترجع أهميتها إلى كونها فقط نموذجاً للعلاقات بين دولتين عربيتين لكل منهما وزن سياسي واقتصادي وإنما تكمن أهميتها في الكشف عن مجمل العوامل التي شكلت ملامح تلك العلاقات منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 ومن ثم عكاسها على المنطقة العربية ونظراً لتكامل موقع مصر والعراق الجغرافي والاستراتيجي فرض ذلك عليهما تحمل عيب الدفاع عن مصالح المنطقة ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصري على ثوابت الراسخة بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة ومساعدته على تجاوز كفة التحديات لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وفي ترجمة واضحة لدعم العراق تحرص مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات المعنية بذلك ومن بينها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حيث ثمنت مصر الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق في مواجهة الإرهاب مؤكدة على رفض القاهرة الكامل لأي تدخل في شؤون العراق ودعم وحدة الأراضي العراقية والجهود الدؤوبة التي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الآمن ويشهد الوقت الراهن انفتاحاً واضحاً من البلدين تجاه تعزيز العلاقات وتوقيع مذكرات واتفاقيات في مختلف أوجه العلاقات وقد انعكس ذلك في تبادل مكثف للزيارات رفعة المستوى بين مسؤول البلدين بما يواكب أهمية ومحورية العلاقات بين البلدين